على الأمل بالانتخابات المبكرة يعيش أبناء منطقة لطيفية حزام بغداد المتضرر أمنيا وخدميا يصطف أهاليها في اجتماع لمرشحهم حيدر الجنابي هو المرشح عن هذه المنطقة في تحالف تقدم التحالف الجامع للشخصيات المتفائلة المتفاعلة في الأداء فسكان هذه المنطقة يرون الأمل بمرشحهم هذا في كفاءته واختياره لتقدم التي وصفوها برافعة برلمانية تنتشي لهم من خراب إلى نجاح نحن نريد رافعة اللي ممكن النائب وحده ترى ما يقدر يسوي شيء قالوا لكم اختاروا أي نائب لا مو أي نائب نائب مع رافعة لأنه بمجلس النواب نحتاج رافعة لتنفيذ القرارات أنا عندي مئة مشروع وما عندي رافعة كله يروح بالشر فالرافعة الوحيدة أمام مناطقنا هي رافعة تقدم هسا عدنا فرصة أن نرجع لبناء منطقتنا مو فقط منطقتنا وإنما نكون جزء من بناء العراق احنا اختيارنا حقيقة لمشروع تقدم جاء نتيجة أن هذا المشروع له تجربة وقصة نجاح أثبتت وجودها في محافظة الأمبار بقيادة مهندس الإعمار السيد محمد ركان الحلبوسي الذي أنجز بشاريع مهمة وواضحة في محافظة الأمبار بعد أن طالها التدمير والخراب بعد محاربة داعش واليوم أصبح بسروع تقدم هو مطمح لكل أبناء العراق ومناطق جنوب بغداد تطمح أن تكون جزء من هذا المشروع كما الأمبار يودون أن تكون مناطقهم اجتمعوا متحشدين متفائلين ينتظرون ريحا انتخابية تمر عليهم حاملة نسمات من تغيير وخلاص أربع دورات انتخابية وأعوام مضت لم يقطفوا منها ما يريدون هذا حال تلك المناطق أعتقد بأن الوجهات النظر وأيضا الجذور السادة محمد الحبوسي شخص ذو مبدأ ذو كلمة فعل لا قول السادة حيدر أيضا صاحب مواقف طيبة عندما كان في شمال بابل عندما مثل المحافظة في يوم من الأيام الجميع يشهد لبي المثابرة في أداء عمله في الأمور الأخرى التي تتعلق بمهامه في المحافظة أعتقد بأن الفوز سيكون مصالح إن شاء الله بيومترية محصنة وأجواء آمنة وتوزيع للدوائر الانتخابية بصورة متعددة وكلمات كبارهم ومرشحهم وتحالفه كل هذه العوامل زرعت الأمل والاندفاع لدى ساكني هذه الناحية منتظرين العاشر من أكتوبر لتغيير الحال بانتخاب يتشاركون فيه بتكاتف عمار غسان قناة الرشيد